تشهد المدن السياحية المصرية بشكل عام ومدن محافظة البحر الأحمر بشكل خاص حالة من الانتعاش غير المسبوق وذلك مع بداية الموسم السياحي الشطوي حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجعات المختلفة وبالتزامن مع تواصل فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بقطر حرست إدارة الفنادق على تجهيز أماكن مختلفة لعرض المباريات وبإتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسياح لتشجيع المنتخبات المشاركة بالبطولة السياح من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على الغرضقة للاستمتاع بالجو الشطوي الدافئ والتقس الرائع وتشهد المدن السياحية المصرية بشكل عام ومدن محافظة البحر الأحمر وهي الغرضقة ومرسع عالم والفنادق المختلفة بسفاجة والقصير بشكل خاص حالة من الانتعاشة السياحية الغير مسبوقة وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوية حيث بلغت نسب الإجرال الفندقية أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجعات المختلفة ومن داخل فنادق الغرضقة يشجع سياح العالم منتخباتهم المشاركة في كأس العالم 2022 حيث تم تخصيص شاشات عرض ضخمة داخل مقرات الإقامة وعرض جداول المباريات للسياح بكل الأماكن بالفنادق وتقديم عروض ترفيهية ورياضية بأعلام المنتخبات الفائزة من جانبه قال إيهاب السيد مدير أحد فنادق الغرضقة إن فنادق البحر الأحمر استعادت استعدادا كبيرا لاستقبال مباريات كأس العالم داخل الفنادق المختلفة حيث تم تجهيز عدة صالات لعرض المباريات من خلال شاشات عرض ضخمة داخل الفنادق كذلك تجهيز الصالات بأعلام المنتخبات التي ستلعب المباراة حسب توقيتها وكذلك نشر توقيت المباريات بشكل واضح في صالات الفندق والأماكن المختلفة له فضلا عن إتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسائح أثناء مشاهدته فريق بلاده يشارك في كأس العالم فيما أكد علاء الدين محمود مدير أحد الفنادق بالغرضقة أنه تم تجهيز مكان مخصص داخل الفندق لمشاهدة مباريات كأس العالم يوميا وتجهيز كميات كبيرة من الأعلام الصغيرة الخاصة بكل دول عاملين بعض الاستعدادات المهمة عشان الدورة دي عاملين شاشات كبيرة على البيتش وعلى البول وعندنا في المبنى الرئيسي عاملين برضو شاشة كبيرة عشان تستوعب كل الجنسيات الموجودة عشان الناس تقدر تتفرج على المدش كويس وفي حالة الفوز يسمح للسياح بالاحتفال داخل الفندق بطريقتهم الخاصة أجواء بتاكس العالم جميلة جدا وهي حاسة أن هي في كس العالم هنا وبتقول لكم الأتموسفير والجو بتحس أن الموت بتاكس العالم هنا موجودة عندنا في مصر ومبسوطة هي جدا معنا وبتقول إن هي ممكن تيجي إن شاء الله السنة جاية الفنادق قامت أيضا بتجهيز مجسمات على شكل كأس العالم لإدخال البهجة وجو كأس العالم للسائح كي يستمتع بمشاهدة فريق بلاده داخل فنادق البحر الأحمر مضيفا أن نسب الإشغال بالفنادق ارتفعت في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى عالم بسبب كأس العالم خاصة بعد تخفيضات حميل تأشيرات هي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ترجمة نانسي قنقر